بداء الظهور في وقاء الظهور ذكر مدينة البجة هذه المدينة بينها وبين قوس ثلاث مراحل وبها معدن التبر كان قديما ومن عجائبها أن بها معدن الزمرد الذبابي الذي إذا نظرت إليه الحياة تفقأت عينها ومن خواصه إذا صحق منه وذن ثلاث شعيرات وسقي منه المسموم قبل أن يعمل فيه السم برئ من وقته ومن خواصه أن من تختم به دفع عنه الصداع ومن خواصه أنه من حمله لا يقربه عقرب ولا حية ولا ثعبان ومن خواصه أنه من شرب من حكاكته ينفع من الجزام ويوقفه قال الجاحز ليس في الدنيا معدن الزمرد إلا بمصر من نواحي الصعيد ويوجد في مغائر مظلمة لا يدخل إليها الإنسان إلا بالمصابيح ويحفر عليه بالمعاول فيجده في وسط حجارة خضر الألوان قيل أنه في سنة أربعة وسبعمائة ضافر بعض عمال الناحية بقطعة من الزمرد زانها مائة وخمسة وسبعون مثقالة فأخفى أمرها عن الناس فجاءوه بعض التجار وتافع له فيها مائة ألف درهم فاب أن يبيعها بهذا القدر فشاع أمرها بين الناس حتى بلغ الملك الناصر محمد بن قلوون فبعث أخذها منه غصبا فمات العامل من قهره بعد ثلاثة أيام